فتح وإعداد HP LaserJetManaged MFP E786 plus 2K WG HCI 6G W48A سيظهر هذا الفيديو كيفية فتح طابعة HP LaserJetManaged MFP للمرة الأولى وإعدادها طابعة E786 ودرج الورق HCI بساعة ألفي ورقة ملاحظة، قد تبدو الطابعة في هذا الفيديو مختلفة عن الطابعة التي يتم تركيبها لكن الخطوات الواردة في هذا الفيديو صحيحة لهذه الطابعة راجع الإرشادات الواردة في دليل التثبيت قبل المتابعة قبل تشغيل الطابعة، تأكد من أن درجة حرارة الغرفة والمعدات على الأقل 15 درجة مئوية 59 درجة في هرينهايت اترك الطابعة على لوحة الشحن حتى تصبح جاهزة للتثبيت على وحدة التغذية المزدوجة أو درج الأوراق عالي الساعة أو الحامل تأكد من أن منطقة العمل خالية من الحطام وأن الأرض ليست زلقة أو مبللة فتح صندوق درج الورق Work Group HCI بساعة ألفي ورقة ابدأ بقص الشريط وفتح العبوة أفرغ العبوة الأصغر التي تحتوي على دليل الإعداد والملحقات قم بتدوير العبوة بعناية وضعها على الأرض بشكل مستوين اسحب درج الورق خارج العبوة أزل قطع الإسفنج الواقية ارفع الكيس البلاستيكي أزل الكيس البلاستيكي الذي يحتوي على المسمارين اللولبيين سيتم استخدامها لتثبيت درج الورق بالطابعة أزل القطع الظاهرة المتبقية من الشريط الأزرق يمكن ضبط الدرج لدعم الورق بحجم A4 أو لتر ضوابط الورق مزودة بألسنة معدنية تتطابق مع الورق بحجم A4 و لتر لتعديل مكان ضوابط الورق أزل البرغية برأس فليبس وضع ضابط الورق على الألسنة المعدنية ثم أعد وضع البرغي يعدل ضابط الورق الثاني بالطريقة ذاتها تأكد من تثبيت كل من ضابطي الورق بالطريقة ذاتها كرر ضبط الحجم على ضابط الورق الأمامي الأيسر والخلفي الأيسر في درج تبديل اتجاه الورق والآن ضع درج الورق والملحقات جانباً أثناء تحضير الطابعة فتح صندوق طابعة HP LaserJet Managed MFP E786 متعددة الوظائف للمرة الأولى ملاحظة، بعد تفريغ الطابعة والمستلزمات من العبوة أتركها تتأقلم على درجة حرارة الغرفة لمدة أربع ساعات إذا كانت الطابعة والأجهزة مخزنة في درجة حرارة أقل من صفر الدرجة مئوية 22 درجة فهرنهايت فقد تستغرق وقتاً أطول للاعتياد على درجة حرارة الغرفة لا تنزع شريط الشحن ولا مواد التغليف الواقية إلا بعد تثبيت الطابعة على وحدة التغذية المزدوجة أو درج الأوراق عالي الساعة أو الحامل أولاً قص الغلافة البلاستيكية وأزله أزل الإسفنجة الواقية من الزوايا ارفع البلاستيك ثم ارفع اللوحة الخشبية العلوية اقطع أشريطة الشحن التي تثبت الطابعة باللوحة السفلية وأزلها أزل الأوراق المقوات الأربعة من الجانبين ثم ارفع الخشب المتبقية من الأعلى اقطع أشريطة الشحن الإضافية وأزلها ثم ارفع العبوة الكرتونية بعناية عن الطابعة اصحب الشريط البلاستيكي الواقية الشفافة إلى قاعدة الطابعة للوصول إلى نقاط الرفع انزع الشريط الأزرق واللوحات الإسفنجية من الجزء العلوي للطابعة يتم تخزين أسطوانات التصوير في حاوية استقبال المطبوعات أسفل وحدة التغذية التلقائية للمستندات أزل أسطوانات التصوير وضعها جانباً حدد مكان سلك الكهرباء على جانب الطابعة وقم بنزعه باستخدام مقابض اليد الموجودة على جانبي الطابعة رفع وحدة الطابعة بعناية وقم بمحاذاة الطابعة بدبابيس المحاذاة والموصل الموجودين بالملحق اخفض الطابعة بعناية على الملحق تنبيه وحدة الطابعة ثقيلة لذا يجب أن يرفعها ويركبها أربعة أشخاص على وحدة التغذية المزدوجة أو درج الأوراق عالي الساعة أو الحامل انزع الشريط الأزرق من جانبي الطابعة انزع الشريط الأزرق والألواح الواقية من درج استقبال المطبوعات ثم انزع الشريط الواقية الأزرق والشفافة من أعلى الطابعة افتح غطاء الماسح الضوئي أزل اللوحة الواقية ثم أغلق غطاء الماسح الضوئي أزل الشريط الشفاف عن شاشة لوحة التحكم والشعار انزع الشريط الأزرق وافتح درج التغذية اثنين أزل الإسفنج والملصقات ثم انزع الشريط الأزرق أغلق درج الورق اثنين ارفع مقبض الرفع وانزع الشريط الأزرق افتح درج الورق ثلاثة أزل الإسفنج والشريط الأزرق أغلق درج الورق ثلاثة افتح الدرج واحد على الجانب الأيمن وانزع القطع الإسفنجية الموجودة بالقرب من أسطوانة الالتقاط أغلق درج الورق افتح درج الورق اثنين أمسك الدرج من جانبه واسحبه للخارج وأخرجه من الطابعة ثم أزل درج الورق ثلاثة من الطابعة حدد مكان المسمارين اللولبيين الذين تمت إزالتهما من درج الأوراق عالي السعة أدخل المسامير اللولبية في الفتحات واربطها لتثبيت وحدة التغذية المزدوجة أو درج الأوراق عالي السعة أو الحامل بالطابعة أدخل درج الورق ثلاثة مرة أخرى في الطابعة ثم أدخل درج الورق اثنين في الطابعة سوف نجهز الآن خراطيش مسحوق الحبر والأسطوانات والملحقات للتركيب افتح عبوة مسحوق الحبر واسحب خرطوشة مسحوق الحبر إلى الخارج رج الخرطوشة بقوة خمس مرات من جانب لآخر لتوزيع مسحوق الحبر عبرها يوصى بإبقاء الخرطوشة في الكيس أثناء هزها لتجنب غبار الحبر أخرج الخرطوشة من الكيس البلاستيكي أزل الختم من خرطوشة مسحوق الحبر اسحب اللسان البرتقالية بشكل مستقيم وبعيداً عن خرطوشة مسحوق الحبر لإزالة الختم قم بتحضير خراطيش مسحوق الحبر المتبقية لتثبيتها بنفس الطريقة افتح باب الوصول إلى مسحوق الحبر استخدم الترميز الملون على الطابعة لتثبيت كل واحدة من خراطيش مسحوق الحبر في الفتحة الصحيحة ادفع الخرطوشة إلى الداخل لتستقر بالكامل في مكانها كرر هذه الخطوات لتركيب الخراطيش الأخرى بعد تركيب خراطيش مسحوق الحبر قم بتحضير الطابعة لتركيب أسطوانات التصوير تنبيه لا تفتح عبوة أسطوانة التصوير حتى تصبح جاهزة للتصوير قد يؤدي تعريض أسطوانة التصوير للضوء الساطع إلى تلفها والتسبب في مشاكل في جودة الصورة ادفع المزالج الموجودة على كل جانب من جوانب وحدة تجميع مسحوق الحبر ثم اخلع الوحدة قم بتدوير قفل وحدة التصوير ثم انزع فوارغ الشحن البرتقالية اخرج أسطوانة التصوير السوداء من الحقيبة ثم انزع الغطاء البلاستيكي البرتقالي الواقي تنبيه لا تلمس السطح اللامع لأسطوانة التصوير قد يؤدي لمس سطح الأسطوانة إلى تلف الأسطوانة والتسبب في مشاكل في جودة الصورة اخرج أسطوانات التصوير الملونة من الحقائب ثم ازل الشريط الأزرق الذي يحكم اغلاق الغطاء الابيض ثم امسك اللسان البرتقالية واسحب لإزالة الغطاء تنبيه لا تلمس السطح اللامع لأسطوانة التصوير قد يؤدي لمس سطح الأسطوانة إلى تلف الأسطوانة والتسبب في مشاكل في جودة الصورة امسك أسطوانة التصوير بيديك بحيث تكون يد على الجانب السفلي والأخرى على المقبض عليك محاذاة الفتحة الموجودة فوق الأسطوانة مع الموجه الذي تراه في أعلى فتحة الطابعة ادخل الأسطوانة ببطء في الطابعة حتى تثبتها في مكانها تماماً ادر قفل وحدة التصوير لتثبيت الأسطوانة في مكانها ثبت أسطوانات التصوير المتبقية بنفس الطريقة ملاحظة هناك ثلاث أسطوانات تصوير بالألوان وواحدة باللون الأسود كي تأكد من تثبيت أسطوانة التصوير بالأسود كي في الموضع الصحيح بالطابعة يمكن تركيب أسطوانات التصوير بالألوان في أي وضع ألوان في الطابعة أنزل وحدة تجميع مسحوق الحبر إلى مكانها واضغط عليها حتى يستقر الجانبان في مكانهما تماماً أغلق باب خراطيش مسحوق الحبر حدد مكان لوحة المفاتيح والغطاء الخارجي والبراغي التي قمت بإزالتها سابقاً فك لوحة المفاتيح وغطاء الموصل قم بتمديد دعامة لوحة المفاتيح وحدد أماكن ألسنة التركيب ركب الألسنة الموجودة أعلى الدعامة في الفتحات الموجودة في الطابعة ثم قم بتدوير الدعامة لأسفل حتى تستقر الألسنة السفلية في مكانها اربط براغي التثبيت الأربعة بعدها قم بتوصيل موصل لوحة المفاتيح وادفع الكابل لتثبيته ركب الغطاء الخارجي اربط البرغية وغطاء البرغي لتثبيت الغطاء افتح درج الورق اثنين امسك باللسان الأزرق في درج الورق الأمامي واسحبه لضبط المساحة وفقاً لطول الورق تم تزويد كلا اللسانين بزنبرك وسيتم قفلهما بمجرد تحريرهما اضغط على جانبي اللسان ثم اسحب لضبط عرض الورق ضع الورق في الدرج ملاحظة يجب وضع ورق بحجم A4 أو لتر بحيث تكون الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن من الدرج اغلق درج الورق اثنين افتح درج الورق ثلاثة امسك باللسان الأزرق في درج الورق الأمامي واسحبه لضبط المساحة وفقاً لطول الورق تم تزويد كلا اللسانين بزنبرك وسيتم قفلهما بمجرد تحريرهما اضغط على جانبي اللسان ثم اسحب لضبط عرض الورق ضع الورق في الدرج ملاحظة يجب وضع ورق بحجم A4 أو لتر بحيث تكون الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن من الدرج اغلق درج الورق ثلاثة وصل سلك الكهرباء بالطابعة وبمقبس التيار الموجود بالحائط لا تستخدم سلك تمديد تنبيه يجب أن تكون كل طابعة متصلة بدائرة واحدة مخصصة لها 15 أمبير أو 20 أمبير اضغط على زر التشغيل لتشغيل الطابعة انتظر حتى تكمل الطابعة عمليات التهيئة تلقائيا حدد لغتك المفضلة ثم اضغط التالي مرر القائمة لأسفل وحدد موقعك ثم اضغط التالي حدد تنسيق التاريخ والوقت ثم اضغط التالي اختر الوقت من خلال تحديد الساعة أو الدقيقة ثم اضغط موافق اضبط مساء إلى صباحا عن طريق اللمس اضغط على التالي اختر نعم لتمكين إرسال تلقائي ثم اضغط التالي حدد نعم لتمكين الطباعة من محرك أقراص USB ثم اضغط التالي حدد نعم لتمكين التحكم في الوصول إلى النصوص الاستهلاكية ثم اضغط التالي وأخيراً قم بمراجعة اختياراتك ثم اضغط إنهاء اطبع صفحة ضبط إعدادات للتأكد من عمل الطابعة بشكل صحيح للقيام بذلك حرك إصبعك من الشاشة الرئيسية واختر التقارير حدد صفحات الضبط الحالة حدد صفحة الإعدادات ثم اضغط رمز الطباعة بذلك تتم طباعة صفحة الضبط اخفض قطع الاتزان لمنع الطابعة والملحقات من التحرك قم بتدوير كل أسطوانة إلى داخل الطابعة وادفعها في حواجز الاتزان طابعتك جاهزة الآن للاستخدام انقر على تبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على فيديوهات HP بلغات أخرى وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HP ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر